ما المطلوب مننا كمسلمين اتجاه اليابانيين وهل إعلامنا فعلا يعبر عن حقيقة الإسلام قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة أنا اسمي كازوكي شمومورا مورود في سنة 1975 حامد كازوكي من ناغويا أخذه الاستشراق إلى الإسلام تأثر بزميله الباحث في الدراسات الإسلامية حتى أقر أن هذا الدين هو أحق أن يتبع أنا دراستي أساسا هو إرم الإجتماع منذ سانوية أنا كنت في صف عدبي وأستاذ تاريخ أيضا هو منتاز في مدرسة علمنا كتاب في درس عام هو تاريخ دورة إثمانية أحب التاريخ العثماني وكان مدخله للإسلام صار إني عراقة جيدة ما ذلك الأستاذ الآن هو أستاذ في جامعة كيوتو اسمه أستاذ توناغا هو غير مسلم هو بوزي قانا إني صديق مسلم زميل في جامعة توكيو اسمه دكتور ناكاتا فتعرفت هذا دكتور ناكاتا وأعطاني صورة أصلية للإسلام فاقتنعت بكلامه أيضا وفي اتراع من كتب ودراسات أسلامت شيخ حامد هناك آية أنت تأثرت بها كثيرا عندما سمعتها بالرغم أنك لم تكن تعرف اللغة العربية ولكنك تأثرت بهذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة لله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لماذا؟ قد قرأت سيرة نبوية وهادث الشريفة من قبل أن تسمع هذه الآية نعم نعم هذا لذلك في أرضية نعم في أرضية أحاديث نبوية شريفة وصيرة نبوية بعد ذلك أتت هذه الآية الله وبرك درس حامد فترة طويلة اللغة العربية للتعرف على حقيقة القرآن وجماله اللغوي وهذا ليس بالأمر السهل جمال القرآن هي جزء من تغييري فرصة تغيير وتحسين عندما تقرأ كتب أو تقرأ القرآن أيضا هذه هي جزء من أنصر من الأناصر لتغيير بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليان أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطرون وقد ضم الحياة بدفتيه هناك لحظة مهمة وهي لحظة الشهادة نعم نعم والنطب الشهادة حدثتني متى كانت وكيف كانت وماذا شعرت عندما نطقت بهذه الكلمات العظيمة أنا نطقت بشهادة في سنة أورا في جامعة أحد أساطزتي في منزله نعم قال هو يحتم بي كثيرا مسلم نعم هذا اهتمام شخصي وتقديم رعاية ما اسمه؟ دكتور نعقاطة نعم نعم معروف هو نعم هو معروف نعم ممكن أسمع منك الشهادة؟ كيف نطقت بالشهادة؟ أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نور الهداية تزار صدري هو مبتدى أنسي وعمري فاعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها ما شيء الحكومة اليابانية أجرت مؤخرا دراسة عن الأقليات فوجدت أن المسلمين هم الأهدأ والأكثر تعايشا مع المجتمع الياباني الفترة السابقة كان التركيز على تدريس اللغة العربية فقط نظرا لحاجة اليابان إلى العالم العربي والبترول حاليا اليابان تهتم بتدريس الثقافة الإسلامية والتعرف على الإسلام مرحبا وحاليا الياباني Academy in 2001 rollout. We have decided to expand our research scope from only from the Christian studies to three Abrahamic religions, including Islam. So since then we have enrolled numerous Islamic scholars to our department. لأن اليابانيين بصفة عامة فكرتهم عن الإسلام غير واضحة ولكن هم يتعرفون على الإسلام من خلال أجهزة الإعلام وهذه قضية أخرى الكيم الإسلامي في ناحية الأحلاقية وهي متشابهة مع أديان الأخرى مثلا بلواردين قضاء هذا موجود تقريبا في كل الأديان وفيها تشابه لأن هذا كل كيم تنبع من فترة الإنسان شارك حامد في ترجمة نسخة جديدة من معاني القرآن لليابانية بحيث تتناسب مع تطور المجتمع أنت حرست كثيرا على ترجمة القرآن وشاركت في هذا المشاركة جميلة على ترجمة القرآن باللغة اليابانية لماذا كل هذا الحرص؟ أساسا كان عند أستاذي عند خطة ترجمة المعاني القرآن إلى رغة اليابانية تتورت دراسات الإسلامية في اليابان أيضا ومثلا ترجمة من ترجمة في الماضي وهم طبعا خبراء علماء هم قدموا خطة حظيمة عظيمة في الماضي حسب ظروفهم نعم ما شاء الله تبارك الرحمن الآن أنا والشيخ حامد في قلعة ناكويا الجميلة الرائعة ولكن الجو بارد جدا يا شيخ حامد نعم ما هي الصعوبات التي واجهتك في ترجمة المصحف إلى اللغة اليابانية؟ أكبر مشتلة هي طبعا هناك مشتلة اللغة وفيها متشابهات فهذا جزء لا يمكن ترجمتها بشكل واضح لأن المطن والنص بحدي ذاته صعبة أما الذي سعدنا حقا هو تفاصيل بيد الأولماء الكداماء نعم نهن فقط واسطة نعم نهن فقط واسطة ولكن هذا إنجاز شيخ حامد يعني يعتبر إنجازا عظيما يعني أستغف الله أستغف الله تب علي فيدي مثقالات أنا عاصف والحنايا ضاميات تب علي فيدي مثقالات أنا عاصف والحنايا ضاميات جئت أكل بالدموع الساجية راجيا أن تغفر الذنب العظيم بالقرآن اهتدي برحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى سبحان الله أنا اليوم زرت معاك وفريق العمل زيارة جميلة إلى متحف تويوتة ووجدنا شيء عجيب انبهرنا منا صراحة يعني منذ القدم كيف بدأوا بالنسيج ثم بدأوا بالحديد ثم انتقلوا إلى صناعة السيارات يعني وبعد أن انتهينا شيخ حامد من زيارة المتحف وجدنا أطفال صغار بعد أن رأوا كيف يصنعون السيارات وكيف عملوا كل هذه المصانع على مر السنوات يأخذون الأطفال ويجلسونهم على الطاولات ثم يعلمونهم كيف يركبون هذه السيارات ما هذا المعنى؟ هذا لتقريبهم إلى حندسة والتكنولوجيا إن شاء الله هم يتعلمون نظريا في البداية ثم مصر مدرس عندهم برنامج لزيارة ميدانية لمتاحف يزور مطاحف يشاهد أولا ما هي تقريب وما هي التراث القوم ثم يتعلم مبدأ ثم يتعلم كيف تطورت القلوم أنا دائما كنت أسأل ما هو الشعب الياباني؟ ولماذا هذه المثالية؟ ولماذا هذا التقدم؟ عندما وصلت إلى اليابان عرفت السبب الوحيد هو الاهتمام بالفرد منذ الصغر بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتايت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا أن المنهج في المدارس الابتدائية منهج ليس بالطويل نعم، منهج بسيط جدا منهج الرياضة، منهج العلوم عكس اللي عندنا، العكس تماما نعم، منهج صغيرة جدا لأن الهدف من المدرسة أن يتعلم التلميذ الأولويات فقط حتى في الجغرافية لا يدرس جغرافية اليابان ولكنه يدرس في البداية جغرافية المنطقة التي يعيش فيها الله، الله وبعد مرحلة الابتدائية، مرحلة الإعدادية يدرسون جغرافية المحافظة ويأتون بالطلاب حتى يتحركوا في عاصمة هذه المحافظة فما يدرسه يطبق عمليا ثم نأتي إلى الإعلام، التلفزيون والإذاعة التلفزيون في الصباح يقدم برامج للأطفال هذه البرامج تمهيدية لما يدرسه الطفل الله، ومرتبطة ومرتبطة هناك اتفاق بين التلفزيون والإذاعة والتعليم تعال إلى الألعاب الألعاب التي يلعب فيها الطفل هذه ما يدرسه، والصور الموجودة في كتبه يصنعون الألعاب بهذه الصور فيذهب الطفل إلى محل الألعاب يلعب مجانا وقد يشتري لأنتنا بحاجة إلى عادة منظومة التعليم في عالمنا العربي والإسلامي بالرغم أن عدد مسلمي اليابان لم يتجاوز المائة ألف مسلم لكن اليابان تسعى لتوفير بيئة مناسبة للمسلمين لتوفير الأكل الحلال وانتشار المصليات في كل مكان ت専ير SA Trying So you know at international airport like Kansa airport they had newly created a special place for playing for Muslim people and more and more restaurants and hotels الآن يتبعون المسلمين للهلال المسلمين والمسلمين لذلك أعتقد أننا المسلمين محبوباً المسلمين و المسلمين الإسلام في اليابان ليس له طريق تولي و بالتحديد عام 1852 تشكلت جمعيات مسلمي تحتم بشأن المسلمين اليابانيين أنا وصلت إلى اليابان عام 1882 كان في اليابان تقريبا ثلاثة مساجد فقط الآن في اليابان أكثر من سبعين مسجدين أكثر من المسلمين في اليابانيين لأن في الحياة اليوم يعتبر يعتبر الكثير من المسلمين لذلك يوجد من المسلمين لماذا عملية إبراهاميات مثل كريسيانية و الإسلام يعتبر الكثير من المسلمين هناك من المسلمين الذين ولدوا على الإسلام و المصاحف والقرآن بين أيديهم في المساجد و في البيوت و في العمل و في كل مكان و في السيارات ولكنهم هجروا القرآن و لم يقرأوا القرآن بالرغم أن هذا القرآن نزل بألسنتهم باللغة العربية هذا يرجى إلى اختيار شخصي ولكن الجماعة في الإسلام قد يعطي لفظة انتباه بعد سنة بعد سنة بعد خمس سنوات أو كبر الموت بفترة معينة ونقطة ثانية الناس أصبحوا مشغورين جدا أصبحوا مشغورين جدا بحياتهم أحياني من غفلتي من زلتي وهداني كم كانت الدنيا تضيق بوسعها فتلوته ورأيته بابا لخير جناني لا يوجد بيت مسلم اليوم إلا وفيه نسخ من القرآن ولكن للأسف كثير مننا هجر هذا الكتاب العظيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور مهجورين جدا في القرآن مهجورين جدا في القرآن سيكون هذا سيكون بسرعة الأسئلة على الإسلام تشعر بسيطة عدد من الأسئلة ويشترون أكثر من الحقيقة تشعرون الكثير من الأسئلة مثل تشعرون أخوة كبيرة على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوى الختاب غدا إذا مر السلف بهذه الآية العظيمة في سورة مريم خروا سجداً وبكياً يعاتبون أنفسهم فيقولون هذا السجود فأين البكاء هكذا كانوا يتعايشون مع القرآن بعيداً كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مثكنت طفلاً لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عيتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غداً أنا رضاً غداً ماذا نقول وما نجيب عيتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غداً أنا رضاً غداً ماذا نقول وما نجيب بكم فالهجر للقرآن حب بكم فالهجر للقرآن حب